رغم استئناف التعليم بعد ثلاثة عوام من توقفها لا تزال هناك تحديات للطلاب والمعلمون في تيقرائي ومدرسة عيدر الثانوية هي إحدى المدرسة التي تواجه الأزمات تقول الطالبة حنان محمد التي تدرس في الصف الثانية عشر في المدرسة أنها شعرت بالسعادة بعد سماع الاستئناف في التعليم ولكن تقول أنه رغم ذلك هناك مشاكل كثيرة أريد بكورونا سنكت واريس أريد أن أتمرتي جميلة توقفت مدرستنا عن تعليم منذ جائحة الكورونا ثم تبعه الحرب والحصار ولهذا ابتعدنا عن تعليم لأكثر من ثلاثة سنوات والآن عندما سمعت عن استئناف التعليم شعرت بالسعادة ولكن حتى بعد عودتي إلى المدرسة لا تزال هناك مشاكل كثيرة كنقص في الصفوف الدراسية وأيضا أثناء التعليم إن قاموا المعلمون بسؤالنا فنحن لا نستطيع أن نجيب لهم لأننا تضررنا نفسيا ولكن رغم كل تلك المشاكل نحن لا نريد أن نخسر فرص التعليم وتطلب الطالب من الحكومة الفيدرالية الأثيوبية والإدارة المؤقتة في تيجراي بأن يقوموا بالنقاش أكثر عن ععادة النازحين إلى موطنهم وعادة الطلاب إلى تعليمهم أنا أطلب من الحكومة الفيدرالية الأثيوبية والإدارة المؤقتة في تيجراي بأن يقوموا بنقاش أكثر بشأن عودة النازحين إلى أراضيهم لكي تبدأ جميع المدارس في تيجراي تعليمها وأيضا العمل على أن يعودوا الطلاب النازحين والمبتعدين عن الدراسة إلى تعليمهم ويقولون المعلم كحسي تسفى والمعلم والداي أن الطلاب يواجهون مشاكل نفسية واقتصادية واجتماعية بسبب الحرب والحصار الذي يواجهوها مما أدى بهم إلى الخوف وعدم التركيز رغم استئناف التعليم في تقراي إلا أن الطلاب يواجهون مشاكل نفسية واقتصادية واجتماعية أيضا فهم لا يأتون إلى المدرسة بسبب أسباب مختلفة منها الحالة النفسية وهم خائفون أن يواجهوا الناس وهناك من نزحوا إلى أماكن أخرى وهناك أيضا من لا يملكون النقود الكافية لشراء الأغراض المدرسية مثل الدفاتر والأقلام وعندما نتحدث عن المعلمين نحن جاهزون لنعطي الدروس وتقديم الرعاية في نفس الوقت للطلاب لأننا خائفون كي لا يتأثر سلبيا في المستقبل هناك الكثير من الطلاب الذين يواجهون مشاكل كثيرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ولم يعد لذي الطلاب التركيز في التعليم بسبب الدمار الذي لحق بمعنوياتهم النفسية وفي المثال عندما نتحدث عن نفسيتهم فهم تأثروا جدا بسبب الحرب والحصار ووصلوا لدرجة أنهم لا يستطيعون التركيز وأيضا رغم إرادتهم للعودة إلى المدرسة فهم لا يستطيعون ذلك لأنه ليس لديهم المال لشراء الدفاتر والقلم وحتى الزي المدرسي وكما يقول أيضا مدير المدرسة برهان ميهونس أن في السابة كانت المدرسة والطلبة في أحسن الحال ولكن الآن حتى بعد حل السلام ليس هناك تغيرات كثيرة قبل الحرب والحصار كانت مدرستنا تعمل بشكل جيد وكانوا الطلاب يتلقون التعليم بشكل جيد أيضا وكانت الفصول الدراسية متوفرة ولكن الآن حتى وبعد استئناف التعليم في تغيراي هناك مشاكل كثيرة في المدرسة مثل نخص في الفصول الدراسية والكتب والأقلام والأوراق وغيرها وحتى عندما نرى نفسية الطلاب أصبحت سيئة مما أدى بهم إلى عدم الرغبة في العودة إلى المدرسة وإلى عدم التركيز ولم يتأثر طلاب فقط بل وأيضا المعلمون لأنهم أيضا يواجهون معاناة اقتصادية واجتماعية ولكن رغم ذلك لا يزالون يعملون ويقولون كل من المدير والمعلمون أن هناك الكثير من المدارس لم يتم استئنافها بسبب مقوث النازحون فيه هناك الكثير من المدارس لم يتم استئنافها حتى الآن وذلك بسبب تواجد النازحون فيها في الواقع لم يتم استئناف جميع المدارس بسبب تواجد النازحين ولا نستطيع أن نطلب منهم المقادرة لأنهم نزحوا من أماكن أخرى وليس لديهم مكان آخر للذهاب والعيش فيه ولكن نحن بدأنا العمل رغم وجود النازحين ونحن نشعر بالأسى عليهم في الواقع لم يتم استئناف جميع المدارس في تيكراي بسبب أن البعض منها تحت الاحتلال والبعض منها يتواجد فيها النازحون ولا يستطيعون النازحون الخروج لأنه ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه